مربي الدواجن في كل مكان من مطروح لحد أسوان مشاهدين الكرام أهلاً وسهلاً بيكم في حزب البرمة حزب البرمة البرنامج الموجه لقطاع صناعة الدواجن في مصر بنرحب بيكم في تاني حلقة وهي زي ما اتفقنا المرة اللي فاتت هي برضو حلقة استثنائية عندنا حلقتين اتفقنا معاكم عليهم أن هما هيبقوا حلقتين استثنائيتين بنجمع لكم فيهم من أرشيف البرنامج في الموسم الأول الحلقة الأولانية كنا بنقول فيها البرنامج عمل ايه على مدار الموسم الأول وهل البرنامج كان مؤثر ولا ما كانش مؤثر الحلقة بتاعت النهاردة ان شاء الله هنستعرض ليكم فيها ضيوف برنامجنا لأنهم كانوا كوكبة من الضيوف بالنسبة لصناعة الدواجن حابين انكم تسمعوا هما كانوا بيقولوا ايه ومدى قيمتهم وإحنا شايفين في موضوع الضيوف ده ان الصعود للقمة سهل إنما إنك تفضل محتفظ بوجودك على القمة هو اللي صعب وبصراحة احنا في الموسم الأول كنا بالنسبة للضيوف صعادنا للقمة كلهم كانوا قمم وقامات بس برضو بنوعيدكم إن إن شاء الله في الموسم الجديد الضيوف بتاعنا مش هيقلوا في مستواهم عن ضيوف الموسم الأول ده بداية طيب حزبة برنا البرنامج اللي احنا بنقدمه قبل ما ندخل لضيوفنا وقبل ما نستعرضهم شغلني حاجة مهمة قاوة هل هو برنامج فطفضة؟ هل احنا بنتكلم وخلاص؟ هل هو برنامج لمجرد إن هو يبقى برنامج وخلاص؟ لا والله مش هو ده ومع فارق القياس في رسل نزلت من عند ربنا سبحانه وتعالى فضلوا يدعوا في أقوامهم عشرات السنين ومحدش آمن بيهم إلا قليل الرسول نزل يدعو بدين جاي من عند ربنا عشرات السنين ومحدش استجاب ليه هل كان من المفترض إن الرسول يقول لأ خلاص بقى كده أنا هبطل دعوة؟ هبطل دعوة عشان ما فيش حد بيستجيب؟ لا هو عليه الدعوة عليه التبليغ إحنا دورنا إن إحنا نكمل ونبلغ ووحدة وحدة إن شاء الله اللي إحنا بنتمنىه هيحصل في الجزئية دي برضو في حاجة مهمة أجل أي برنامج في الدنيا هو عبارة عن جمهور لازم البرنامج يكون ليه جمهور وإحنا لما جينا نتكلم عن صناعة الدواجن قلنا إن بيشتغل فيها ما يزيد عن خمسة مليون بني آدم أظن ده جمهور مش قليل جمهور كبير طيب الجمهور الكبير ده لما ألاقيهم أو أعتقد إنه ما بيتفاعلش مع البرنامج فأول ما بدأنا نعمل البرنامج صديق لي قال عايزيني أقدم البرنامج حد غريب خدوني على قد عقلي وأنا بكلمكم بالبلد صديقي ده قال لي المفترض إن البرنامج ده يقدمه حد غريب يعني إيه غريب؟ يعني غريب عن الصناعة ليه؟ ليه حد غريب عن الصناعة؟ لأنه في المثل الشعبي اللي بيقول شاعر القوم ما بيسليهمش شاعر القوم ما بيسليهمش يعني البرنامج ده لو بيقدمه حد تاني كان زمان الناس قاعدة منتبهة وبتشوف إيه اللي بيحصل وإيه اللي ما بيحصلش إنما فيما يبدو عشان أنا واحد منكم إنكم متدلعين عليها شوية طيب ممكن نخف الدلع ده؟ تسمحوا لي إن احنا نخف الدلع ده شوية؟ وتسمحوا لي إنك تعرفوا إن البرنامج ده مهم وإن كل ما البرنامج ده انتشر كل ما كان لحضرتك صوت هيوصل بانتشاره وانتشاره ده هيوصل بيك وانتشاره ده فايدة ليك إنت في الأول وفي الآخر فايدة ليك وليك فبرجاء اللي يقابل حلقة من حلقات البرنامج ما يفكرش يشيرها يعمل لها مش عارف إيه المهم إن انت تساعد بجهدك على إنك تنشر البرنامج ده أستسمح الجماعة في الكنترول هنبدأ نستعرض ضيوفنا ضيف ضيف هنفتكر بيهم إزاي كانت الحلقات الأولانية ماشية وخط سيرها كان ضيفنا في أول حلقة هو المهندس هشام عابد رئيس الجماعية المصرية لمربي الدواجة هو قيمة وقامة وحد مهم جدا بالنسبة لصناعة الدواجة نتفضل نتفرج المهندس هشام عابد كان بيقول إيه في الموسم الأول من برنامج حزب البرنامج فضلوا جماعة ضيف مهم جدا الضيف ده أنا باعتبره رفيق كفاح وزميل كفاح في مجال صناعة الدواجن وهو الأخ الفاضل العزيز المهندس هشام عابد رئيس الجمعية المصرية لمربي الدواجن بنرحب بيه لإن ده حد فارق في صناعة الدواجن أهلا وسهلا بيك ماشوهندس نورت الدنيا كلها أهلا بيك حزبة برما هي حزبة برما ولا إيه؟ حزبة برما فعلا البرنامج والصناعة كلها حزبة برما حزبة برما صحا وطبعا أنا بهني المربيين وكل اللي في الصناعة صناعة الدواجن بالبرنامج دوت لأن إن شاء الله نتوقع له النجاح ده أول برنامج هيلفت النظر لمربي الدواجن لصناعة الدواجن عموما مربيين دواجن ومصانع أعلاف وكتاكيت وتحصيلات وأدوية وبورصة وقول للقائمين على الصناعة حتى الجهات اللي هي الحكومية اللي هي تتمثل في الإنتاج الحيوان الدجيني في الوزارة محدش كان بيتكلم على الصناعة دي خالصا بكده أتمنى من ربنا إن البرنامج هيلفت النظر لصناعة وأهميتها للشعب المصري وللمستهلك مهة الصناعة دي مهمة جدا جدا لنا في الكتاكيت مهمة جدا أول حاجة في الصناعة الكتاكيت دي بتيجي من الأول الجدود اللي بناخد منها الأمهات وبعدين الأمهات وبعدين الكتاكوت اللي بيبقى الفرخة اللي بيأكلها المواطن اللي إحنا بننتجها في الأخير لازم نحسب من جودة الكتاكيت لأن هدي البداية لو الكتاكوت اللي جاي المزرعة في أي مشكلة يبقى الدورة مش هتطلع مصبوطة وشنطلع منتج بجودة عالية اللي إحنا عايزين وشنطلع منتج آمن للمواطن منتج صح فملف الكتاكيت ده بلف جبير نتمنى إن إحنا نبقى نعمله حلقة أحيانا من الكتاكوت بيبقى بيجديه وأحيانا من وصل للسنة اللي فاتلت إلى 13 جديه أي مشروع بيبقى له دراسة جدوى بيبقى له دراسة قبل ما هبدأ المشروع أنا مش عارف هبدأ النهاردة ألاقي فعار الكتاكوت جنيه ولا 3 جنيه ولا 4 جنيه ولا 5 ولا 8 ولا 13 الكتاكوت لي مواصفات هو ما بيجي عربية الكتاكيت عنده وبيشوف مواصفات الكتاكوت وبخبرة المربي هيعرف كان الكتاكوت ده سليم ولا مش سليم الكتاكوت ده هيكمل مع الدورة ولا مش هيكملها منحيس الجودة بتاعه الوزن الحيوية لي مواصفات المفهود ان انا بشترك كتكوت من الشركة بيبقى معايا ايصال ومعايا اذن الاستلام وباستلب من عربية الشركة عشان اما يبقى عندي مشكلة اقدر ارجع للشركة علفنا ممكن نقول 80% منها مستورة احنا 70% من تكلفة المنتج النهائي اللي هو الفرخة اللي هيكلها المواطن بيكون علف العلف سعره عالي عشان مستورة فلازم المنتج هيبقى عالي الاتحاد مشكولا حاول اكتر بمرة وحط حلول اتحاد منتج الدواجن لزراعة الدرة في مصر من سنتين بس ضبط كان سعر العلف 3830 جنيه النهاردة 7600 الادوية عندنا في شركات ادوية محترمة جدا وحاجتها بس دي حاجتها غالية جدا برضو مستوردة طبعا احنا عادي فين المادة الفعالة في اي حاجة وفي مشكلتنا في الادوية بتاعت المصانع اللي هي يجب نقول عليها تحت بير السلف تيجي تلاقي منتج في الادوية 3840 جنيه ونفس المنتج 8400 جنيه ولا 300 جنيه تسعير الادوية البيطارية اسوأ بالادوية البشرية لازم يبقى لها تسعير اولا السيدليات البطارية كلها تكون مرخصة ويكون عليها ركابة هبيع بكرة خلاص ده معادي البيع بتاعي انا مش عارف بكرة بيهم كال بـ 19 ولا بـ 18 ولا بـ 25 في حلقات وسيطة يعني ممكن يطلع الكيلو من يعني هو حاليا النهاردة النهاردة بالتحديد الكيلو في المزرعة بيطلع بـ 25 وصل للمواطن من 30 لـ 31-32 وده كتير قوي في كيلو فيه امل احنا بلازم يبقى عندنا امل على طول لان احنا بنمثل شوية من المربينا او صوت المربي اللي مش قادر يوصل وبعاين احنا مش بنقول المشاكل دايما يا سخالد ده حيبقول حلول كمان في اقتراحات قلناها ويبتدوا ينفذوها طالبين مجهود من الدولة شوية هو فيه مجهود بيوبز فيه بعض الادارات في الانتاج الحيواني اللي هو مسؤول عن الصناعة دي مباشرة مجهودها بدأ زي مجهود الاعلاف كده تقريبا احنا بتدينا نحسي بي اللي لسه محتاجين اكتر محتاجين مجهود اكتر اللي بيصعر لي للأسف صمصة فهو بيقول لي انا بسعره بناء على العرض والطرق المربي اللي بيخسر بيطلع من السوق على الاقل دورة او دورتين برصة تكون متبسل فيها وزارة الزراعة متبسل فيها الاتحاد المربيين ممكن الجمعية التسعير يبقى بناء على ايه بناء على التكلفة وهامش ربح للمربي النهاردة اللي عنده عمر اللي عمر بيتكلف ثمن الارض وتمن المباني او كم اقجروا وقيمة الفراخ نفسها الدورة لحد ما تطلع التكلفتها بقت عالية جدا دلوقتي يبقى فيه قاعدة بيانات بناء عليها هنعرف من قاعدة البيانات ايه اللي مطلوب والمنتج اللي طالعت دي التكلفة زي بقلتها هكذا ممكن تتغير في خلال الدورة نفسها اسعار العالف الاسعار الكتفوت طبعا صعب جدا الاول انا بعتذر للمهندس هشام عابد وبعتذر لكل ديوفي اللي هنستعرض النهاردة اجزاء من حلقاتهم السابقة لانه كان صعب جدا ان احنا نجمل حلقة لمدة ساعة وان احنا نختصرها لمدة خمس دقايق بس فحاولنا نجيب لقطات بس نفكركم بال بديوفنا انما الحلقات موجودة على اليوتيوب على قناة البرنامج على اليوتيوب تقدروا تتفرجوا عليها كاملة لانها كانت حلقات مهمة جدا احنا اختصرنا لكم انها اجزاء بنفكركم بيها وتقدروا ترجعوا لها معانا حلقة تانية لضيف تاني ان شاء الله هو المهندس سامي عايد المهندس سامي عايد ده كان هو اسطورة من اساطير صناعة الدواجن في مصر وصاحب مؤسسة سامي عايد الراجل ده مشغول ومهموم بالصناعة ده الفرق ما هو انا ممكن اكون مستثمر في المجال لمجرد ان انا اكثر انما كوني ابقى مهموم ومشغول بالصناعة دي قصة تانية خالص ضيف اللي كان في تانية حلقة من حلقات البرنامج كان المهندس سامي عايد هن بص دلوقتي على اجزاء من حلقة المهندس سامي عايد تفضلوا ادارة مؤسسة من اعرق المؤسسات الصناعية في مجال الدواجن مؤسسة سامي عايد اهلا وسهلا بيك مش مهندس نورت الدنيا انا بعرفك وحارتك جاني عن التعريف الله يخلي حضر اهلا وسهلا بيك نورت الدنيا كلها نورت حزب البرنامج الله يخلي حضر دك بداية بداية انا بشكرك على الفكرة بتاع البرنامج دي ربنا يبارك فيك لان انت كده عملت منبر لصناعة الدواجن الصناعة دي طول عمرها احنا بنتكلم في مشاكلنا بيننا وبين بعضنا يمكن دي اول خطوة ايجابية ان توسط صوتنا برنا فانا بحييك على الفكرة واتمنى لك مزيد من ربنا يبارك فيك بش مهندس الاول لو هنقعد نعيط او هنقعد نند بحظنا مش حل احنا عايزين نفكر في الحل سعر العلف زاد ده بعد تحريس سعر السر وانخفاض قمة الجنيه للنص فبالتالي حصل تضخم تقريبا كل الاسعار تضعف سعر العلف هينزل ولا لا لا سعر العلف مش هينزل بالصورة الكبيرة احنا العلف الخامات بتاعتنا كلها مستوردة يعني اكتر من 95% من الخامات العلفية بتاعتنا مستوردة عشان نقول سعر العلف ينزل جزئيا لازم ننتج عندنا الخامات العلفية احنا عندنا العلف بيمثل من تقريبا حوالي 80% من تكلفة صناعة الدواجن وفي العلف الدرة بيمثل من 70% ل80% من مكونات علف الدواجن فول الصوية او كزب فول الصوية بيمثل من 20% ل30% يبقى انحنا عندنا محصولين رئيسيين الدرة والصوية هل احنا عندنا مانع في الظروف المناخية ان احنا ننتج المحصولين دول لا احنا مصر كنا بننتج في 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 التمانينات فول الصوية الدرة اللي احنا بننزرعه في مصر اجود من اجود صنف درة بنستورده احنا بنتكلم في اقتصاد يعني اذا كنا عايزين نفكر صح يبقى الدولة تفكر في اطار اقتصادي صح واحنا نفكر في اطار اقتصادي صح الدرة المحلي هو فعلا نسبة البروتين فيه اعلى نسبة الطاقة فيه اعلى نسبة السمو الفطرية فيه اقل انت جايب من انتاجك من غيطك هو تكلفة الدرة ممكن دلوقتي هي مش مش اغلى يعني ممكن تقريبا تقارب تمام بس لان احنا مش محترفين او في زراعة الدرة احنا لو دخلنا الاحترافية في زراعة الدرة وبدأ الاستثمار في زراعة الدرة ودخلنا اصناف اصناف درة عالية الانتاج زي اللي منجيبها من امريكا المعاملة ورصيا تكلفة هتقل يحتاجين تشجيع الاستثمار في انتاج الدرة الصفرة والسوية هو ما ينفعش اي مستثمر ياخد حق انتفاع انا عشان بس ادق بير واعمل بيفوت واحد انا محتاج حوالي مليون ونص جنيه طبعا طبعا ينفع ان انا اخد ارض واعمل فاه بيفوت وبير واحد بير واحد عالمية 25 فدان مليون ونص وانشاءات واستثمارات وبعدين حق انتفاع اللي عايز ارض يقدم عليها وياخدها ويعمل جدول زمني لاستصلحها يتحاسب عليه يتحدد المسحات انت تقدر تستصلح قد ايه كل واحد على قده كل محافظ مخول ان يقنن الارض في اطار المحافظة بتاعتها تمام والاسف لحد دلوقتي مفيش حد يقدر يجاوبك اجابة الفدان هيبقى بكام هنا في المنطقة دي لازم وانا عارف ريا حستثمر عشان ازرع دراء او صوية او ازرع اي ما حصيل ابيعارف الفدان بكام وقصاته قد ايه والجدول الزمن اللي لازم اخلص الارض قد ايه وإلا الحكومة تخدها من لو في اطار بسيط جدا لو عملنا كده الصحر كلها تخضر المهم لو اتعاملت طرق طولية وطرق عرضية ودخلنا فيها كهرباء المستثمر رياح لوحد نزرع دراء بس هنزرع دراء هنخفض سعر اللحوم الحامرة هنخفض سعر اللحوم البيضة لان هي علف انا بدء مربي صغير يعني حاسب المربي بالمعاناة بتاعته وعارب بيعمل ايه وعارب ايه اللي بيتعبه ونفسنا نعمل اي حاجة للصناعة هو العلف لما بيزيد البروتين زيادة عن اللازم والطاقة زيادة عن اللازم والنمو بيبقى سريع ده فعلا بيعمل مجودة على الفر بس مش هو ده سبب النافق بدليل ان احنا النافق عندنا في مصر موسمي يعني ليه ما بتسمعش على نافق من شهر 6 لشهر 12 فهو الموضوع موسمية امراض ودي محتاجة بقى موضوع كبير ويريد تفتح لهم لف الواحده وتبدأ تناقشه صناعة العلف عموان بتتطور في اتجاهات مختلفة هل كسافت التربية دلوقت وعدل عنابر زي يام زمان شوف في كل مركز مثلا بالذات في الدلتا وبعد الثورة والمزارع اللي اتبنت والحاجات دي فاللي خلى العلف ارتفع الفترة الاخيرة دي ان تن الدور رفع من 300-600 النهاردة 400 تن الصوية رفع من 6 ونص تقريبا النهاردة 9000 جنيه انا ممكن اعملك طن علف بادي اللي انت عايزه ده تمام ممكن يتعامل مثلا ب6000 ونص ممكن يتعامل ب7 ونص هو نفس الطن البادي وهتحلل بروتينه هتلاقيه هو 23% بروتين العلف مش مكونات مش بروتين بس العلف بقى فيه اضافات مكلفة جدا بقى فيه روافع مناعة غالية جدا بقى فيه انزيمات هاضمة غالية جدا العلف المنافسة فيه مخلية سعره هو ده السعر العادل اللي بيحكم لي على العلف الفرخة حتى التحليل المعملي ممكن ما يحكم ليش على العلف اي صاحب مصنع ليه مصنع اي مربي ليه 1200 مصنع طبعا التغذية العلاجية متعرف عليها حتى في الإنسان الوزارة لما بتيجي تحاسب مصنع العلف بتحاسبه على الكروت بروتين ممكن العلف يبقى محق البروتيني الكل 100 مية بس الأحماض الأمانية فيها خلل عايز تحل العلف تمام انت شكيت من العلف الفلاني فيه اي واشا شكيت فيه طيب هات تجيب شكرة مقفولة اه وتكون لسه جاية من المصنع وصلتك المزرعة ما بتبقاش تراكنت وجالها اسموه فطرية عندك تجيب لجنة لازم يبقى تيجي لجنة تستلم العلف تستلم العلف من عندك لجنة في وجود مندوب مصنع مندوب المزرعة مندوب من الوزارة والعينة تتاخد وتتوزع على الأقل على ثلاث معامل بتاخد متوسط وبناء عليه يبقى العلف ده بتحكم هو فيه تحليل العلف الفرخة احسن حاجة تحلل العلف ان تفعل شيء ولو فشل خيره من الأقل تفعل شيء اللي هيفاضل المربي واللي هيحل العلف الفرخة المجال مفتوح تمام والمنافسة بيننا في مصنع العلف بتخلينا ندور في كل اتجاه هي الأزولة من النباتات المائية يعني عشان تنتجه لازم تنتجه على الميل العلف بقى صناعة والفرخ بقى صناعة ما عنديش أنا خامة أنا متميز أو في إنتاجها وبلاش هنا عشان أدخلها في العلف برجع ألف حوالين الضرة والصول أي حاجة اقتصادية أنا ممكن أدخلها في العلف ما فيش مانع سواء بقى تطلع الأزولة بعد تحليلها أو بعد أي حاجة ما فيش مانع أنها تدخل في إنتاج العلم للأسف لو في بحث علم في مصر أبحاث فردية وإحنا بنساهم مع الناس ديت ولازم أي حد يدعم المراكز البحثية وحقول التجارب سواء في الزراعة أو في الإنتاج الحيواني أو الدجني لازم ندعم ولازم رجال الأعمال فعلا يدعم وأنا عارف أني ما بقاش فيه ميزانية كبيرة في المراكز البحثية في التغيير الوزاري الجديد اللي حصل من أسبوع أو من عشر تيام اتغير وزير الزراعة وإحنا هو الوزير البن توكل على الله وإحنا كنا رفضين وجوده تولى المسئولية الدكتور عز الدين أبو ستي وزيرا للزراعة قريت عن الدكتور عز الدين واللي قريته عنه حاجة مبشر اللي قريته عن الدكتور وزير الزراعة جديد حاجة مبشر عاقب إحساسي بأن اللي قريته عنه ده مبشر عاقبها بعض التصريحات له وكانت وتصريحاته وكانت تصريحات شكلها بتاعت حد فاهم بتاعت حد عايز يعمل حاجة يعني من تصريحات الدكتور أبو ستيت إن هو قال إن برصة الدواجن بتدار من على المقاهي برصة الدواجن برصة الدواجن في مصر بتدار من على المقاهي بالتليفونات الكلمة دي ما يقولها شغل حد فاهم قوي واخد باله قوي وعيش القصص قوي إحنا مستبشرين بالدكتور أبو ستيت وبنديله فرصته بنديله فرصته إن أحسن هنقوله أحسنت وإن كان عكس ذلك هنقوله عكس ذلك نتمنى إن هو يكون عند حسن ظننا به وبالأخص إن يتواجد معاه دكتورة فاضلة مخترمة هي الدكتورة مونة محرز كنائب له وهي لمسة ومدركة كل تفاصيل صناعة الدواجن في مصر هنطلع لضيف تاني الضيف التاني برضو كان من الكوكبة اللي شرفتنا في برنامج حزب البرمة في الموسم الأول وبصراحة كل ديوفنا ما كانوش يتميزوا عن بعض كلهم كانوا أحسن من بعض وبكرر وبعيد عليكم إن شاء الله ابتداء من الحلقة اللي جاية هيكون معانا ضيوف على نفس مستوى ضيوفنا في الحلقات السابقة بإذن الله أستسمحكم الجماعة في الكنترول يتفضلوا بضيفنا لو هتتأخروا في الكنترول أنا ممكن نقول قصة حد اسمه حسن حسن صديقي مربي دواجن فجأت بي باتصل بي باتصل بي وبيتشالوا وبيتحطوا يقول لي سعر الفراخ والفراخ البورصة بتاعتها 24 والتنفيذ 22 والتنفيذ 21 المهم عادت أسمع من حسن أسمع من حسن أسمع من حسن وفي الآخر قلت له حسن أنت عندك بيع النهاردة كلام ده كان مبارح قلت له أنت عندك بيع النهاردة قال لي آه عندي بيع قلت له عشان كده عشان كده يا حسن أنت مأهور وزعلان وبتتكلم حسن ما كلمنيش بقاله تقريبا شهر ونص ولما اتعرض للموقف ولما جات السكينة بالبلد زي ما بيقوله كده جات السكينة على رقابته بدأ حسن يتكلم وبدأ يقول شوفوا أنتم محتاجين نعمل إيه ونطلع وإن يعني عايز يتحرك أي تحركات فاعلة لخدمة الصناع حسن فكر التفكير ده إمتى حسن فكر التفكير ده لما جاه يبيع هطلع مع ضيفنا الثالث في موسم البرنامج الأول وهرجع أكمل لكم قصة حسن ومشكلة تيمة حسن تفضلوا جميع نفخم بنقول عليه أستاذ ورئيس قسم إنما ضيفنا النهاردة بقى مش أستاذ ورئيس قسم ده أستاذ ورئيس قسم ورئيس جامعة ده منهور السابق أستاذ دكتور حاتم صلاح الدين مشرف حزبة برمة ومشرف القاهرة ومجيتك عزيزة علينا جدك أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا بحضرتك وشكرا جزيلا للدعو الكريمة نورتنا الله يحفظك المربي في الهواء الطلق محتاج حد ياخد بإيديه ومش هنلاقي حد ممكن ياخد بإيد المربي في رشدة مجانية زي الرشدة اللي احنا ممكن ناخدها من عالم زي حضرتك يعني أنا شايف إن احنا يعني دائما أي قرار لابد أن تكون وراءه دراسات الدراسة الأول لازم تتناول عدة نقاط لازم أعرف حجم الإنتاج اليومي عندنا في الدواجن في مصر قد إيه ثم حجم الإنتاج السنوي قد إيه دي أول حاجة هل الإنتاج اليومي والسنوي يكفي لاستهلاك المحلي ولا لأ إذا كان يكفي يبقى ده بيجاوب على السؤال هل إحنا محتاجين نستورد ولا لأ إذا كنا محتاجين لأن عندنا عجز في الإنتاج المحلي يبقى نسبة العجز دي قد إيه من حجم الاحتياج الكل ومعدل استهلاك الفرد السنوي قد إيه لا شك إن إحنا واجهنا في الفترة اللي حصل فيها إغراق للطيور المجمدة في شهر يناير وفبراير الماضي المربيين خسروا خسائر رهيبة جدا 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 يدوب بدئين يفوقوا يشموا نفسهم هذي حقيقة يعلمها القاصي والداني المهتم بصناعة الدواجن في مصر أوائل ديسمبر أو أواخر نوفمبر وديسمبر وجهنا في مصر وضع وبائي غير مسبوق في السنوات الماضية بدأت بأنفلوانزة تيور ثم دخل علينا نيوكاسل شرس جدا لم نعهدوا في السنوات السابقة ثم الالتهاب الشعبي الوبائي المعدي الوبائي من حوالي سنة ونص أخذنا قرار بإعادة استيراد اللقاحات من العطرات المتحورة بعد ما كانت توقفت لمدة سنة هذه اللقاحات تم استيرادها لا طلح تقرير بنتجتها أو فعاليتها زي ما قلت لحضرتك هذه الأمرات كانت بتيجي يا إما مجتمعة يا إما منفصلة يعني بص لاي نيوكاسل مع التهب شعبي أبص لاي مثلا نيوكاسل مع التهب شعبي ألا نيوكاسل مع التهب شعبي يعني في الحقيقة إحنا عملنا مسحل أكتر من متين مزرعة كل صراحة لن يستطيع المربي الغلبان لوحده أن هو يقف قدام هذا الطفان المعدي لأن ده لابد أن يأتي من خلال استراتيجية قومية على مستوى البلد لأنك أنت بتواجه أربع أو بئة من أخطر الفيروسات الوبائية لأن مشكلتنا أن احنا بنقعد نحط خطط نحط استراتيجيات وفي النهاية ما ينفذ منها يمكن 20 أو 30% ما ينفحش لازم زي ما بقول المسأل تيكت اجتمعنا في الهيئة وقمنا بوضع هذه الخطة بمسح شام الوبائي على مستوى جمهورية مصر العربية إيه هي التحصينات الملائمة للوضع الوبائي في مصر إيه هي اللقاحات المطلوبة لصد العدوى لهذه اللقاحات للسيطرة عليها في قادة هالمية بتقول أن التحصين لا يمنع الإصابة ما يمنح لكن يحمي ضد الإصابة زي ما بنقول كده بالانجليزي لا تتوافق هذه اللقاحات مع أنواع الفيروسات المسببة للأمراض عندنا في مصر عمر اللقاحات لوحدها ما تحل المشكلة في بعض الفيروسات عندها قدرة سريعة جدا على التحور الفيروس ده ما بيعودش ساكت أنت عملت تديله في تحصيل لازم يتغير لازم يتحور ما ينفحش كل واحد يشتغل الواحد ما ينفحش الجامعة في وادي ومراكز البحوث في وادي وما ينفحش لازم المنظومة كلها تبقى تشتغل في تناغم هي البداية لابد أن تكون المقص واعتمدنا عليها فترات طويلة لكن دلوقتي مع وجود العدوى المختلطة مقص دلوقتي وإن كان هام جدا لكن هام في مرحلة الأولى لكن لابد من الاستعانة بالمعامل المتخصصة لأن إحنا في بعض العينات اللي قد نعم من بعض المزارع كنا بنلاقي ثلاث فيروسات موجودين مع بعض فنصحتي للأطباء البيطريين تلمزتنا اللي موجودين في الفيل واللي حتى اللي بقى لهم عدة سنوات بيشتغلوا وكانوا بيعتمدوا على التشريح فقط بقول لهم خدوا بالكم هذه المرحلة بقت محتاجة إلى أدوات تشخصية معملية أكتر من أي وقت مضى في بداية كلامنا احنا قلنا إن مشكلتنا في الفيروسات لو الفيروسات بيتم علاجها بالأعشاب أعتقد كان أولى بالبناء دمين إنهم يعالجوا فيروسي ويعالجوا الأنفلونزة ويعالجوا الأمراض الفيروسية اللي موجودة في البناد من بالأعشاب نفس حدي يقول لي آه والله أنا كان عندي نيوكسل وحطيت أعشاب والنفوق هذا الكلام للأسف يعني أنا مش عايزة أقول في كلمة آه اللي غير علمي وغير دقيق وليس له أي سند علمي يعني نقدر نتكلم ما قدرش أقول نسبة وتناسب لكن فيه أدوى مضروبة فيه على موقع وزارة الصحة دلوقتي تمام تقدر تخش بإسم أي دوة بتحط اسمه فبيروح أيل لك على طول الدوة ده مسجل ولا مش مسجل لابد برنامج التحصين لا يخضع للاكتهادات دلوقتي مع الوضع الوباء اللي موجود لازم كل مربي يختار البرنامج الذي يتوافق مع الوضع الوبائي مش في مزرحته هو إن برنامج التحصين لازم يتحط تبقى للقواعد العلمية اللي بتعتمد على الوبائية محاولة تطبيق أكبر قدر من الأمان الحيوي استخدام الأدوية لابد أن يكونها بمحازير مش عايزين نستخدم الأدوية زي ما احنا بقول عمالة على بطال من فضلك من حق هذا الطائر إن يشرب مية نضيفة من بتاعة ربنا لابد من تحصين النيوكاسل والآي بي الحي خلال الإسبوع الأول من العمر أن هذا التحصين لابد أن يعطى إما عن طريق الرش أو التقطيع لأن الآي بي في مية شرب عديم الفائدة بالذات أعيد التحصين بالنيوكاسل مرة تانية الحي على عمر من 15 إلى 17 يوم أنا شخصياً بفضل إلا سوتاني إلا سوتاني إلا سوتاني وهذا بناء على النتائج العلمية للنيوكاسل ودرجة الصد خصوصاً مع معزولات النيوكاسل اللي موجودة حالياً واللي بتسبب في الأمراض الـ H5 تحصينها من فضلك ضروري في التسمين يا دكتور كمان في التسمين جداً لأننا تحت أمرك لأن إحنا دية وظيفتنا في الحياة من خلال إن إحنا نفيد زي ما بنفيد الطلبة إذا كنا بنقدر نقدم لهم معلومات جديدة برضو بنفيد المربيين برضو هذا يعني بما إن البرنامج ده بتاعكم أنتم بتاع المربيين يعني فأنتم برضو ليكم حرية الاختيار في حاجات كتيرة في تفاصيل البرنامج بس هو معمول عشانكم فمن حقكم إنكم تختار أنتم تحبوا إن إحنا يكون من فقراتنا إن يبقى معنا دكتور بقيمة الدكتور حاتم يشرح لكم تفاصيل الأمراض يعني كل حلقة أنا أتكلم مثلا عن مرض يعني دي فكرة جات في دماغي دلوقتي وانا بتفرج عالدكتور حاتم لإني وانا بتفرج عليه حسيت إن أنا باستفاد يعني رغم إن أنا كنت معاه ورغم إن أنا شفت اللي هو قاله سمعت اللي هو قاله ورغم إن أنا يعني مذكره كويس بس وانا بسمعه تاني لقيت نفسي بس تفات تاني فإنتم ممكن تكونوا حبين إننا يبقى معنا دا كثرة يفقلنا تلاصم الأمراض بس تفصيلا بقى يعني الدكتور حاتم عشان الحلقة كان مدتها محدودة وكان بيتكلم على عموميات فكان الموضوع صعب شوي إنما تحبوا نتكلم في الأمراض كفقرة من فقرات البرنامج تفصيلا يعني مرة نتكلم عن الكوكسيديا مرة نتكلم على الكوليستريديا مرة نتكلم على سي أر دي يعني برضو لو هذه الفكرة يعني تعجبكم أو مستهوياكم فمفيش أي مانع إنكم برضو تتواصلوا معنا وتتفعلوا معنا وتقولوا آه الفكرة دي كويسة وبرضو ما عنديش أي مانع من إنكم تقترحوا الدكترة اللي أنتم حابين تسمعوهم الدكتور حاتم في آخر الفيديو مش عارف يكون جوى لما جاش وممكن تكونوا ما سمعتوهوش كان بيقول إن نشر العلم بتاعه ده من أولوياته يعني دي حاجة عارفين كده زي زكاة زكاة العلم كده فأنتم برضو لو حابين قصة زي كده نعملها في البرنامج فاحنا على أتم الاستعداد لو فيها فايدة ليكم قبل ما ناخد دفنت اللي بعد كده في الموسم الأول من البرنامج نكمل لكم قصة حسن بقى حسن لما اتصل اتصل وهو آسف يعني بين قسين مزنوق يعني إيه اللي أنا بقوله ده يعني ماهتمش غير وهو عنده مشكلة علما بإن هو وغيره وغيره لو مهتمين بنفس الدرجة في كل الوقت والله الدنيا حالها هيتغير هنقدر نغير لو انفعال حسن اللي أنا كنت سمعه منه مبارح ده وهو معترض على إن الفراخ سعرها في البورصة 24 وتنفذها 22 و21 لو انفعاله ده مستمر على مدار الساعة طول الوقت يعني هو وغيره وغيره والله كنا نقدر نغير حاجات كتيرة في الصناعة دي نشوف الفيديو اللي بعد حلقتنا النهار ده دسمة جدا حلقتنا النهار ده دسمة لأن عندنا حد وضيف من العيار التقيل عندنا الدكتور محمد سيف دكتور محمد سيف هو مدير المعمل المرجاي بجامصة دكتور محمد أهلا وسهلا بيك ونورت حزبة بيرم أهلا بيك سيد خالد وباشكرك على الدعوة الكريمة وفي نفس الوقت لازم أشكرك على مجهودك وفكرة البرنامج والاسم الموفق للبرنامج يعني أنا شايف فعلا صناعة الدواجن هي حزبة بيرم حزبة بيرم نتيجة برضو يعني يعني زيقوله أطرفها ظلمها شوية يعني كل طرف بيشتغل في صناعة الدواجن ظلمها وده بيؤدي لنعمة العشوائية شوية في الآخر بنلاقي حزبة قدامنا صعبة هي بالضبط هي حزبة بيرم حضرتك هتقفل البرنامج بكتروح الطب البطري هيقفلوا يروح والمربين يقفلوا مزاريحهم ويستريحوا يروح في النهاية أنت أمام صناعة قائمة بشكل منظم من أكثر من 40 سنة في استثمارات تتجاوز حاجة 60 و 70 مليار جنيه قوة عاملة فيها بتشتغل في حدود الأربعة بليون وأكثر الدواجن حتى زي اللحظ بي مشاكلها فيها شبه اكتفاق ذاتي في نفس الوقت بتسد الفجوة ببروتين حيواني أرخص من اللحوم الحمر المعمل المرجعي للرقابة البيطرية على الإنتاج الداجيني بجمصة هو واحد من ست معامل فرعية ساتيلايت للمعمل الرئيسي اللي موجود في الدقي اللي هو جزء من معهد بحصات الحيوان التابع لبركز بحص زراعي المعهد تبقى لقرار إنشاؤه أو المعمل بقى بشكل أخص تبقى لقرار إنشاؤه منطبي الرقابة البيطرية على كل منظومة الإنتاج الداجيني الطبيب نفسه البيطري اللي يشتغل في قطاع الدواجن ما يكتفيش بالخبرات المكتسبة بتاعته أو التشريح أو المعرفة الحقلية للأمراض من خلال الأعراض بتاعته لازم يدعم شغله ده بأنه لازم يبقى فيه تشخيص معمالي يأكد التشخيص اللي هو المبدأي اللي عمله أو الاشتباه في مرض أو اثنين أو ثلاثة اللي هو بيشك فيهم من خلال تشخيص معمالي اللقاء اللي حضرتك زيعته هو نوع من الإرشاد والتواجد ده جميل يعني في وجود عدد ضخم المربيين بسم الله ورحمة الله هاركوا بتمنظمين اللقاء بشكل جاي جدا إيه فايدة العلم أن أنا أعرفه وما نقلتوش خلاص هموت ويموت معي المعمل هو الجهة تشخيصية أساسية في مجال الدواجن المربي بيبتعد عن التشخيص المعملي ظنا منه أنه تكلفة زيادة علي بل بالعكس هو لما هيشخص المشكلة بادري هيقدر يتعامل معها بادري هيوقع في النافق اللي عنده بشكل أسرع هيختار علاجات وأدوية موفقة تتواء مع الحالة اللي عنده فتدي نتيجة قياسات المناعة عنده قدي وبالتالي هيتدخل باللقاحات إمتى وأني أنواع من اللقاحات هيتدخل بيها في حاجات ممكن تبقى موجودة مع الكاتكوت اللي عندك جايله مرحلة سواء من قطع الأمهات اللي هو كان فيه أو من مفرخ تتنقل له من مفرخ أو أثناء النقل فلازم أنا عارف أولا كذا حاك أولا أعرف اللي كتكوت اللي جايلي ده شخص مجهول لازم أعرف اللي جواه عشان أقدر أتعامل مع أنا ما دخلش عن بري الإنفلوانزة اللي أنتوا بتقولوا عليها دي وأنتوا بتتحقوا علينا ما فيش الإنفلوانزة في مصر هي مش شطرة منه على الحقيقة يعني هي خيابة من الفيروس الإنفلوانزة أنه لسه معرفش العنوان بتاعه ما دخلش هو عنده لسه تكبيرة فبيعديها على هنا وبيعدي على هنا لسه معرفش المزرعة الحقيقة لكن لو دخل المزرعة وهو ما بيحصنش هيتبهتل موزع معوزن معين عنده كمية لقاحات وحضطها عنده مكدس التلاجة باللقاحات كفاءة التبريد بتاع التلاجة ما بيبقى زي ما تبقى التلاجة مزبوطة بحيث الهواء يبدأ يحصل له فيه تدوير لو إحنا في العيد مثلا يبقى درحين الفتحات بتاع التبريد دي فكفاءة التبريد قلت دي نقطة هو راعي على الحتة دي بس هل هو راعي لما بيروح بالليل قهراء ما بتفصلش أكيد بتفصل وارد هل حضرك لو لما أنا هروح أجيب منه اللقاح هل هجيبه على طول واستعمله ولا أنا بجيبه وبعد بالمرة أجيب أدوية أنا محتاجها بعد اللقاح بيوم وبعد كمان حسب بتاع العلف لما كنت أخذ منه وعليقة من أسبوع بلف شوي أولا عشان تبقى متطمن اللقاح له تأثير فهذا التأثير بيبان في المناعة أنا هحصن واشوف مناعاتي والله أنا شغال كويس بقى اللقاح ده كويس بقى المصدر والسيستم اللي أنا ماشي به من أول ما جيبت والغاية تماما شغلت به كويس لكن ما بقاش مثلا مستعمل زي ما نقولت زي ما كنا حركة المؤتمر شايف 80% من المزرين عم تستعمل مية ترومبة وتروح مبوازلوا اللقاح أو مية الحنا فيها العادية وفيها الكلور وفيه كتير من الربين دلوقتي لسه حديثي عهد بالتربية لسه أول مرة يا ربي دورة واثنين وثلاثة ومعرفش إن حاجزة الكلور الخفيف اللي موجود في المية ده هيقتله اللقاح الحي اللقاح في حد ذاته لا يمنع مرض أيها يعني بأقصى أمور ممكن أقول 80-90% يصد المرض لكن هو مش هيصد مية في المية لقاح لوحده لن يصد مية في المية الأدوية اللي برضو إن أنا أستعمل متضادات حيهوية عمال على بطال وأنا مش عارف هل هي فعلا الدول لازم أختاره في الحالة اللي زيدي ولا لا الاعتماد فقط على التشخيص العيني للحالة قد يخدع كتير من الأمراض والزوم اللي حتى أطوالي عارفين إحنا في التقلبة لسه بكله بيرسوا حاجة اسمها أو التشخيص المقارن لأن فيه كذا مرض ممكن يتشابه في نفس العرض بعض الحالات دلوقتي كمان لما بنلاقيها بقى أنها فترة الميكسد انفكشن أو العدوى المزدوجة بنلاقي أكتر ومسبب مرضي في نفس الطائر المزرعة كمس تلاف نفقت في التلاتة لأن المزرعة اللي ماتت دي كلها وهي باين عليها أنها إنفلوانزا كانت عبارة عن نيوكاسل وجنبورو مع بعض في نفس المزرعة هي أصل برضو خلي بحقنا بحاجة مش الصناعة الدواجين بس هي اللي حزبة بيرمي الطبيب البطري برضو حزبة بيرمي نتيجة يعني دخلاء المهنة كتير طبيب البطري بشغل حقه نهائي بل بالعكس طبيب البطري ليس له الحق في أنه يروح كده أي سوبرت ماركت أو أي مكان بيبيع هذه المنتجات الأجبان والألبان والزبادي وغيره ويروح يكشف عليها أو يقول إنها صالحة أو غير صالحة إذا تواجد الطبيب البطري في كل سلسلة المنظومة الغذائية من بداية إنتاجها في المزرعة لغاية لما تيجي عند حضرتك على الطبق أنت بتاكلها في معدد ذلك لا تأمن على غذائك في خلال السنتين اللي جايين مثلا عدد الأطبيب هتخرجوا معاش هيمثل كارثة الصورة الزهنية المرتبطة بينا هو رجل أباض ده أحسن صورة زهنية كمان اللي هو مين؟ هو دكتور البهايم اللي بيعالج البهايم بتاعت جده في المزرعة والحمار بالمرة لما جاله شحار فقط لكن هل الطبيب بيطري محصور في كده؟ إطلاق الأسلام اللمعة والرنانة زي ما حركت بلسه أذكر اسمه أستاذنا الدكتور هاني لآني يعني هم نكلم من شوية عن صناعة الدواجن من العبث إن أنا بس أبتكلم عن صناعة الدواجن وأبقى قاعد بهرج مثلا لازم أشكر مجهودك لتنمية صناعة الدواجن اللي من خلالها هذا البرنامج أحد الحاجات اللي أنت بتعمل بمناسبة إن احنا كنا بنتابع دلوقتي الدكتور محمد سيخ عندي موضوعين بالنسبة للدكاترة البيطارين حنقولهم دلوقتي في صورة سريعة لأن الموضوعين دول مهمين فهنحتاج نفرد ليهم حلقات كاملة يعني نفرد ليهم حلقة أو اتنين لكل موضوع منهم أول موضوع منهم وهم زملائي وإخواتي وأصدقائي بس بقولهم كده من عشان أنا عاتب عليهم عاتب على الدكاترة البيطارين ده أول موضوع يا قرار إنما النزول الضعيف جداً لأبعد الحدود في انتخابات نقابة البيطارين الأخيرة تجديد النصف السنوي كانت حاجة مسيئة لإخواتي دكاترة البيطارين وأتمنى إن أنا ما شوفهاش بعد كده يعني أتمنى من ربنا إن أنا ما شوفش المنظر ده بعد كده ولا العدد الهزيل يعني أصد العدد الهزيل يعني القليل الهزيل يعني القليل إنما اللي نزلوا دول مش هزيل بقى اللي نزلوا دول يعني ناس مخترمين وأفاضل ومرسوا حقهم إنما كلمة هزيل بأقصد بيها العدد العدد كان قليل قوي ودي حاجة أنا مش راضيها عليكم يا إخواتي البيطارين هنتفرج على ضفنة نتابع ضفنة في الموسم الأول ونرجع نكمل الجزئية التانية برضو بالنسبة لإخواتي ده كثرة البيطارين فضلوا جميعا ضيفي وضفكم النهاردة هو مش مجرد حد فكر فكر لا ده فكر ونفل هو مش مجرد حد حب حاجة لا ده حبه وترجم حبه ده لفعله والعمل هو مش مجرد شمعة بتنور الضلمة اللي احنا عايشين فيها في صناعة الدواجن لا والله ده شعاع وشعاع أمل يخلي الواحد يقول إن فيه أمل في صناعة الدواجن أفضل في السنين اللي جاية ضيفي وضيفكم النهاردة الدكتور جمال الكناني المدير التنفيذي لمجموعة الكناني جروب بنرحب به أهلا وسهلا مشرف حزب بيرنا أهلا وسهلا تسلم تسخارد على الحسن الاستقبال والمقدمة الجميلة ديت يعني أنا شرفت بوجودي معاك في الحلقة النهاردة نبدأ واحدة واحدة ومعاينا براحتنا الوقت اشرح لنا أنت بدأت ازاي وفكرت ازاي وعملت ايه تسلم يسخي دع المقدمة المرة التانية الفترة من 2008 لغاية لغاية النهاردة كان اللي بيعطنا دايما في الصناعة إن المعلومات أو القاعدة للبيانات مش موجودة مظفوح علشان النهاردة أنا أجيب بيانات أو أسعار أو أعرف مثلا توقعات السوق الفترة اللي جاي وكده بياخد مني مجهود كبير جدا من البداية ديت أنا بدأت أفكر بدأت بصفحة فيسبوك الصفحة ديت كنت منزل عليها يوميا أسعار الشركات سواء شركات العلاف شركات الأدوية شركات الكراكيت أنا النهاردة لو حبيت أرجع للداتة ديت صعب جدا صعب جدا عشان النهاردة تعمل سكرول وتقول تقلب مثلا سنين فاتت صعب جدا من المنطلق ده أنا بدأت قلت أنا النهاردة أعمل قاعدة بيانات كاملة عن طريق ويبسايت أو أو موبايل أبليكيشن بالفعل بدأت بدأت الفكرة ديت من حوالي أربع سنين بدأنا نعمل علاقات مع كل الشركات بدأنا نجمع الداتة كلها الموجودة في السوق جمعنا حوالي 800 شركة لغاية دلوقتي سواء في الإنتاج الداجيني الحيواني السمكي أو الزراعي وفي مجال الخيل كمان الخيل العرب الأصير طبعا بدأت تهتم بيئة الفترة ديت لأنه بصراحة يعني هو جزئية منسية في مصر بدأنا عملنا قسمنا الويبسايت لكذا تأسيمة بدأنا أول حاجة نزلنا البورصة المحلية البورصة المحلية ديت فيها حوالي 15 بورصة سعرية بنسأل الناس لو في عندك أي اقتراح أو أي إضافة في الويبسايت أو الابليكيشن عندي سنة أضيفها خلال يعني فترة زمنية لا تتعدى لأسبوع الحمد لله معنا تيم كامل تيم بيعمل data entry للمعلومات وبيجمع المعلومات متعقدين مع الشركة هي القائمة على تصميم وتطور المواقع والموبايل أبليكيشن والدعم الفني هيخدم جميع فئات الصناعة تمام من أول العامل حتى صاحب الشركة الميزة في الأبليكيشن النهاردة أي واحد ممكن يجمع معلومة بس الاستمرارية هي الصعب يعني النهاردة ممكن سال العلف يتغير في اليوم تأتي أربع مرات الخامات ممكن تغير تأتي أربع مرات الفئات كلها بتعمل في مجال الصناعة الحمد لله بفضل من ربنا معتمدين على الله ثم علينا فالحمد لله كنا حرصين الفترة اللي فات دي ان احنا نقدم خدمة كويسة وبدأنا بالفعل خدنا خطوات وحطينا قوانين لنشر الأسعار عندنا منع الاستغادة المربي انا بعمل انا عملت الابليكيشن ده رقم واحد اللي انا اخدم الصناعة انا عايز الناس اللي موجودة اللي كانت تستغل فيما قبل الابليكيشن ما عادش يحصل لها استغلال فترة الجاية يعني النهاردة انت ممكن تروح تجيب الكاتكوت النهاردة بخمسة جنيه وتقوم بيعوا باسم الشركة الفلانية بتمانية جنيه عن طريق يبقى انا كده شاركت في الاستغلال مصلحة المربي رقم واحد زوجتي وزوجتك وولادنا او والدتي ووالدك النهاردة لما يبقى عارف ان سعر كله اللحم في المزرعة مثلا وليكن 25 جنيه يبقى هو عارف ان هو لما توصله ممكن تزيد 3-4 جنيه 5 جنيه بالكتير مظبوط لا بالعكس النهاردة ممكن لو السعر 25 في المزرعة لقيه بيتباع في المحلات او الشغل القطاعي بيوصل 35 جنيه انا كل فكرة انا عملتها في الابليكيشن جاية عن طريق حاجة انا لحظتها وانا شغال على الفيسبوك وتويتر وانستجرام احنا بنحاكي المربي بنحاكي 75 في المائة من الفئات اللي بتربي الفه يعرفه اللي هو يعرف يدخل على الابليكيشن بطريقة سهلة ده وسام شرف بصراحة انك حبيبي اول برنامج ان واحد يبقى مرتبط ده حاجة شرف انا هستسمحك اننا اقرأولك ان هو برنامج اسم الدرمة يمنح درعة تميز في التفرد والاستباقية في التفرد ياريت الصورة بتاعته كمان فيجي في التفرد والاستباقية للدكتور جمالي الكناني لانه فعلا صباح ومتفرد واحنا فخورين بان عندنا حد زي الدكتور جمالي الكناني تعقيبا على اللقطات اللي شفناها من حلقة الدكتور جمالي الكناني والدكتور جمالي الكناني هو صاحب اول ابل كيشان موبايل او موقع الكتروني خاص بصناعة الدواجة تعقيبا على الدكتور جمال وعلى الموقع بتاعت الدكتور جمال ان احنا مشكلة من مشكلات الصناعة هي المعلومات ان احنا ما عندناش معلومات كم مزرعة في مصر ما نعرفش كم مصنع المعلن حاجة والحقيقة حاجة كم شركة ادوية فوق السلم وتحت السلم وفبير السلم الله اعلم ما عندناش معلومات الدكتور جمالي الكناني عكف خمس ست سنين من عمره على تجميع المعلومات بالمناسبة هو كفرد كفرد ومعاه في الشركة او في المؤسسة اللي هو بيدرها عشر خمستاشر موظف قعدوا يجمعوا معلومات تخص صناعة الدواجن لمدة ثلاث اربع سنين وفي الاخر قالوا المعلومات اهيت يا جماعة متاحة للجميع ممكن يكون الدكتور جمال جمعها بنسبة سبعين في المية تمانين في المية يا قلة قليلا يا زيد قليلا انما الشاهد من كلامي ان المفروض يجمع المعلومات دي الدولة والدولة مستصعبها قوي وكل ما ما نكلم حد يقول لنا اصلحنا عشان نجمع المعلومات عشان نعمل داتا للمش عارف ايه الراجل منفردا ومعه 15 موظف قدروا يجمعه تقريبا 70% من الداتا عن صناعة الدواجن في مصر يبقى انت يا دولة مش عارفة بمؤسسياتك بكياناتك بجمعياتك الزراعية بمشرفينك بمرشدينك كل ده مش عارف يعمل اللي جمالي الكناني عمله هو و15 موظف والله يبقى عيب يبقى عيب جدا ومعطش عايز اسمع حجة ان احنا بنجمع داتا دي تاني خلاص زهقت منها زهقت منها واللي عايز يتفرج على المعلومات او ياريت تشتركوا في الموقع او في الموبايل ابل كيشن بتاع الدكتور جمال هتستفيدوا منه يعني يعني بلاش كمان المربي خلينا بنتكلم عن الناس العادية اللي عايز يعرف سعر الفراخ هيلاقيها اللي عايز يعرف سعر اللحمة هيلاقيها عايز يعرف سعر المكونات هيلاقيها الادوية كل حاجة هتلاقيها على موقع او الموبايل ابل كيشن بتاع الدكتور جمال الكناني وياريت ده يكون تحفيز وتحميص للدولة ان هي تتحرك وتخلص بقى قصة الداة اللي تعبلنا بيها بقى لهم سنين هنتفرج على فيديو كمان وبعد الفيديو هنرجع لكم تفضلوا يا جماعة في الكنترول حابب ارحب بضيفي الاسد حسام الحمامي انا اهلا وسهلا موارت حزب الدنيا اهلا محضور حالد موارم حضرتك وكل منتجين احبابنا والتجار سوق بيد المائدة في مصر قبل حسام الحمامي كان حاجة وبعد حسام الحمامي متواجد ده حالة تانية خالص قلت احدثت فارق في سوق بيد المائدة في مصر والله حضرتك انا شايفت حضرتك بتنسيب لي حاجة كبيرة طبعا يعني عن وضع وانحقي طبعا متغيرات سوق بيد المائدة كانت متغيرات كتير جدا يعني منها اكتر حاجة تأحرير سرصر طبعا السوق زمان ما كان فيه ربح وها مش ربح كان بتحمل تقدر تقول يتحمل اي اي سلبيات لان فيه ربح وفيه مكسب وفيه امراض وما كانش فيه الخمات بترخيص الدنيا رخيص تلوقات ببقى فيه سقعوبة شوي وضع كحسر الحمام كشخص سوق البيت كان فيه خلل كتير كان فيه شبه تكريات كان فيه عدم مشاركة من المزارع الكبيرة مع بعض التجار السوق فيه مراكز سوق بيده محول مش حسام الحمام ولا مل بتجان سوق مشاركة فعلية حقيقية وسوق بيفرض نفسه حتى ضد لاحتكارية وسوق بيده المائدة بيخضع العرض اطلق احنا ضد لاحتكارية لأي Kathryn احنا فينش اعوذي احنا نزعموها احنا احنا ننصف حاجات نفسنا احنا جي شباب احنا احنا بيعمل سعر بيمشي عليه حد زي بيقال نوخ تخفصه الطبقة بسعر وده شرف دينا وده حي كويس وده اللي وجد المصدقية وده وجد شفافية ووجد قوة لوجود سعرنا وده سعر قوي وسعر تنفيذ ما تلحس عن بورسة البيت بيطلع الحمام رقم واحد فده حي مشرفة وانا عاوز اقول برضي لاخوانا التجار المنتج مش احنا مش بني يحبونه سعر بمزاجنا بس احيانا بيجا مش عجبنا حاجات ومفق على خص مضطرية المنتج المعرفة حتى الضغط ديت بيتمنى انه بيحاول يوصل جاهد لأي سعر منتجين الكبار في ظل الظروف اي فرصة بيحاول يدفع بالسعر الفوق والسوق مش قابل في فترة ديها مش قابل الحقيقة تاني احنا اكتر من كده فالسوق بيروب انا او غيري بكل شهر بكل انا ما نقدروش نقدر بسوق البيت ده اكتر من حقه احنا نهاردة سوق البيت بيساوي السعر اللي وفيده حضرتك من ثانية وعشرين لاثنين وثلاثين بعمل كم شهر السعر ده هو ده سعر سوق انا ما اقدرش عفض على كتر من كده ولا غيري ولا وقتنع التجار كلها ده ده الواقع وما عجبناش السعر ده وروحنا للاتحاد وحضرت كنتم موجود وده كان شارف لنا ان انا كراجل اعتبر تاجر واشتري لدي المزاعة الكبيرة انهم يستضيفوني واتناقش معهم ونوجود المشكلة في النصابها ونحلوها ونوصلوا للسعر بعد عشر خبص يوم لسعر المرضي بالتكلفة حوالي اثنين وثلاثين جنيه كان شي كويس طبعا انت عارف المنتج الصغير كان اللي ما فوقونه بيبعف بيبيع بيستسلم الكبيرة بتقل تبعى البيضة كواحدة تعرفية جنيه ونص يبطر خمسة واربعين جنيه قلنا محتاجين حتى كل ده حضاك في الموادات سبعة تمانية جنيه في ظل الظروف ديت مش كتير على دائرة التجار نزم السعر في نفس اليوم دوت جنيه ونص ده رأى فتن بالمستهلك وبالتاج انا عاوز اقول انا عاوز انا مسر اوصل ان التجار والمنتجين احنا واحد ونكمله بعض احنا واحد ونكمله بعض اما هو ايه اوصل سعر ضرر له انا عاد انا عاوز اقول ان احنا لو انت دخلت برصدنا بتشوف اول حد اكتبوها الحمد لله لين شكرتم ما زلناكم احنا بنسعى والظروف في البلد كلها يعني فيها صعوبات وفيها مشاكل احنا بنسعى ورزي على الله وانو نصيح تانية شخصية ان احنا اعمل عليك لو احنا جينا بتربي تسميك وعملت عليك شغلك صح كله تمان لو الظروف حكسيتك كلها مش هتنضر مش هتنخصي المنتج تحس ان هو ضد التاجر والتاجر ضد له احنا مش في حرب احنا بنكمله بعض وده بقى احنا في كسارة ده جانا مفروض نحبه بعض ونسنده بعض وده اكل عشنا احنا شايفين واحمل اطلع كتير جدا معلوم للدولة معلوم للدكتور ابونا او اي حد مختص بالصناعة ان التكلف هتعله ما ايه الخطوات لتاخذيتها للوزارة او الدولة موسالة في الدكتور ابونا على ارض الواقع عشان ما نصطدمش بمستهلك م منهك ومتقب وانا مش اغلله اراد بو او اجره الضعف طب الوضع ده انا هتديلي طبابي ده هي تكليفته عليه حاجة بقى المستهلك 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 تعداء احنا ايه الخطوات اللي انت قبلتوها اخساعدتونا بايه ساعدتو المستهلك بيه عشان يوصلي طبابي ده ما يخلاش قوي مباشر الضعف المفروض نفيه خطوات جاية تعملي احنا مش شايفين حاجة تعملي طب يا تار هنشوفو ده يبقى ايجابية اتمنى حلاتي ووجود مع حضرتك ان انا ا اضيف حاجة ايه شيء ايجابي يخدم المربي ويخدم المنتج الصغار والكبير ان احنا مثلا في الصغوف اللي انها فادية على شط بحر مننا المنتج الصغار المربي بيغرق والتاجر الصغار لو عنده رفين طب واسوني زي 2-3 جنيه بيغرق وبيزع طيب والمنتج الكبير الجامد شوية هنقولنه على الشط جامد او التاجر الكبير شوية ما نجمل بصوا للدورة ونتشتغيسوا ونتكلموا الدورة مش عينفع صغار تقولي هعمل مصد على كحاط هعمل مجازر هعمل اراضي في اخر الدنيا في توشك هعمل مش عارف ايه انا واحد بيغرق عوص اقل حاجة واست حاجة واستحاج حاجة احنا درسنا بالاقتصاد الاقتصاد بيقوم على الاصطناعات الصغيرة الاقتصاد اللي يقوم صح هيأوها المنطق الصغار احنا عاوزينه بشغل اخوه بشغل ان اخوه بشغل قريبه بنصنع دواير وتاخذ اكتصادنا وتخذي ملابتنى وترود عن ناتج الكومو السهر ده عاوز اي حاج ن اي تعويد اي تكلفة عمدتول تعويد ايه؟ عمدتول تكلف ايه؟ سنته في ايه؟ رخصتولك تكون ازاي؟ ان انت مهاردة اما تفرد على مربي ان هو بيعت او بيدي اقلي من تكلفته ويخسر ويطلع مصه والناس يعني مش عايزون اقوله ان خرب بيتها اللي يفضل طبيعي ان المستهلك بعد جاي في ربضان اشتري بالغالي احنا بعيد عن العدل الجشع سهل في حالة الطلب والبخس سهل ما اقسل منه في حالة العرض انا ما ملوكش ان انا اعمل حاج ده لابد من دوابط وامور تنظيمية من الدولة اخف على مربي وافضل واجده عشان افضل دعمه عشان ميغلاش جامل على المستهلك بتاعك ده دور الدولة دور تنظيمي صعب نوالتزم او يوجد العدل في ظل ظروف سوء عرض وطلب والدولة سايباها مفتوحة انا اشتغلت في مجال الدواجم في التسمين واشتغلت في بيض المائدة يعني ربيت فراخ تسمين وربيت الفراخ المنتجة لبيض المائدة لما بشوف استاذ حسام الحمامي ولما بسمع كلامه ولما بشوف تحركاته في تسعير بيض المائدة انا كمربي تسمين بالاساس انا اساسي مربي تسمين كمربي تسمين بالاساس بيجي لي اهرة بطهر لما بشوف حسام الحمامي بيعمل ايه في سوق بيض المائدة في مصر وبتمنى ان يكون عندنا في برصة التسمين حد بقيمة هذا الشاب اللي اسمه حسام الحمامي حسام الحمامي اللي بيحدد السعر بناءا على العرض والطلب مع التكلفة بما لا يضر بالمربي ولا التاجر ولا المستهلك بيحق المعادلة الصعبة في مجال برصة سوق بيض المائدة في مصر اما احنا بالنسبة للتسمين فهي ماشية صلطة صلطة بمعنى كلمة صلطة وان حبيته تقوله سامك لبن طمرهندي يقوله وفي حاجات كتير تتقال في حاجات كتير تتقال واللي كان من تصريحات السيد الوزير المحترم اللي تولى حديثا اللي عجبتني في خلال الاسبوع اللي فات انه هو قال ازاي الفراخ تبقى بكذا وتاني يوم تبقى كذا بقى اقل اتنين تلاتة جنيه او ازياد اتنين تلاتة جنيه دي فيها شبهة كبيرة او فيها شبهة كبيرة ارجع تاني لحسام استاذ حسام الحمامي نتمنى يكون عندنا من سمصر التسمين حد شبه الحج حسام الحمامي او الاستاذ حسام الحمامي هيعمل فرق كبير اوه هيعمل فرق لان ازاي انا ابقى مهتم باني احقق المعادلة الصعبة صعبة تحقيق المعادلة الصعبة صعبة ما يعمل هاشغل حد زي حسام الحمامي اه اخر ضيوفنا هنتفرج على اجزاء من اه الحلقة اللي كان فيها في الموسم الاول للبرنامج وهيتفضل معانا بعد كده اربع ضيوف هنستعرضهم في الحلقات اللي جاية هو انا اجلتهم مش عشان استعرضهم في الحلقات اللي جاية عشان عندي نية ان انا عايزهم تاني يبقى ضيوفي فمش عايز عيتهم عليكم فهم مؤجلين ان ربنا اكرمنا بوجودهم معانا في الحلقات القادمة خير من عند ربنا وان ما اكرمناش بوجودهم معانا كضيوف في الحلقات اللي جاية هنعرض ليهم ان شاء الله الاجزاء برضو من حلقاتنا معاهم استسمحكم في الكنترول تعرض لنا ضيفنا الاخير النهار استاذ علي الدهراوي استاذ علي الدهراوي هو حابب ان احنا نقول عليه مربي عنده مشكلة استاذ علي الدهراوي ان هو مربي ومهموم بالمربيين ان يكونك تبقى مربي في حد ذاتها دهام كمان تبقى مهموم بغيرك من المربيين يبقى دهام كبير اهلا وسهلا بك اشوال ازاي حضرتك نورت حزب الدهرم اهلا وسهلا بك واهلا وسهلا باستاذ المشاهدين اهلا وسهلا انا ليعظيم الشرف ان اكون قاعد هنا في برنامج حزب الدهارم اول برنامج متخصص في مجال الدولي ربنا ايبارك ومع الاساس خليل السعودي المهموم الاول بمجال الدولي المشكلة اللي احنا جايين نتكلم فيها النهاردة مشكلة السعر ومشكلة السعر بينبسك منها مشكلة تانية اللي هي مشكلة التنفيذ كل المنظومة بتكسبها من اللي هو العجينة بتاعة المجال بتاع المنظومة اللي هو المربي فكل اللي حاولين المربي بيكسبه مع عدر مربي طول ما فيه مربي بيستجن أو بيخرج من منظومة أو بيتحبس أو بيخرج فيه مربي جديد بيخش المجال الدواجن مسمع ما بين الناس ان هو بيكسب كتير جدا ما بتحسش بديونه ألا ما بتخش فيه الخسارات النهاردة ما بقتش يا أوسيس خالد ما بقتش 20 ألف و 30 ألف الخسارات بقت تتعدد 300 ألف و 200 ألف 5 ألف فرخي النهاردة خسارتهم بالمية و 30 ألف و 140 ألف جنيه السعر بيطلع لما بيكون فيه إصابات في المزارح سعر السوق في مصر اللي بيحطه 3 أربع أشخاص الحكومة بعيدة كل البعد عن تحديد سعر السوق ما ينفعش إن أنا أكلف فرخة بـ 45 جنيه وابعها بـ 35 جنيه الـ 2 جنيه دول في جيب صاحب العربية وأوقات بيتأسم معاه إيه السمصار؟ أنت شفتي واحد صاحب عربية عنده عربية قديمة فرخ أنت كصاحب مزرع ليه تنفذ أقل من سعر السوق؟ الـ 2 جنيه دول في الفرخة 4 جنيه 4 جنيه في 10 ألف فرخ معناها أنت بيسيب للتجار اللي بيقولك بيحرقوا دمك وهم بيشيلوا فرخهم 40 ألف جنيه أنت كسبت كم 40 ألف جنيه؟ هو في مربين بتعمل كده تحت ضغط ضغط نفسي من السمصار نفسه إنما أنت لو نفست بسعر السوق أنت كسبت نفسك وكسبت حوق المربي اللي هو جنبك النهاردة اللي السمصار اللي يكلمك حالاً السمصار اللي بيكلمك دلوقتي أنا مش هابية ألا بسعر السوق السمصار ضغط عليك وقالك ما فيش اللي كده ولازم أن تنفس بالسعر ده في الحالة دي البنمج أنا عايز حضرتك تتبنى فكرة البلاكليست فكرة الإيه؟ البلاكليست القيمة السودة القيمة السودة اللي هي إيه؟ هنعمل رقم دلوقتي على الشاشة اللي هو رقم البنمج إن السمصار اللي لازم أن بينفذ بقالي من السوق باثنين جنيه أو بتاتة جنيه لازم أن نفضحه لأن ده بيمس دم المربيين لازم الحكومة تتدخل في ترخيص الناس دي وتسميها لها مسميات أي أن كان نوع الوظيفة بتاعتهم في المبادرة التانية إحنا عايزين نعمل غربال نطلع الناس اللي مش محترمة من السمصر خارج المنظور في الحلقة اللي فاتت كنت فرحان قوي وفخور قوي وأنا بستعرض ليكم إزاي كان البرنامج مؤثر بصورة أو بأخرى بنسبة ما في الأحداث اللي بتخص صناعة الدواجم في مصر وبما أني كنت بستعرض لكم الأحداث اللي أثرنا بيها في الحلقة اللي فاتت المرة دي بقى وبنسبة المبادرتين بتوع المهندس علي الدهراوي مش عيب أبدا إن أنا أقول إن أنا كنت تبنيت المبادرتين بتوع المهندس علي الدهراوي واللي للأسف فشلوا وفشلت زريع رغم أهميتهم الكبيرة جدا مبادرتين لللي ما خدش باله منهم كانت فيهم واحدة بتقول إن المربي ما يبيعش بحاجة اسمها سعر التنفيذ سعر التنفيذ ده اللي هو أنت بتبقى البورصة طلعة مثلاً بخمسة وعشرين جنيه والسمصار يقول لك أنا هبعط لك التاجر بـ 22 جنيه للمزرع وإنت تقبل عادي يعني كده خالص ولا كإن في أي مشكل فكانت مبادرت المهندس علي الدهراوي إن اللي يجيله السمصار يقوله الفراخ بـ 22 يقوله لأ مش بيع لك مش هبيع فراخ النهارة كلام ده عشان الجمهور اللي بتفرج علينا من خارج الصناعة بعد ما سألنا هل التلاتة جنيه الفرق بين الخمسة وعشرين جنيه والـ 22 جنيه بيصبوا في جيب المواطن قولاً واحداً لا التلاتة جنيه أو الـ 2 جنيه دول ما بيدخلوش جيب المواطن يعني لما يكون سعر البورصة 25 والتاجر يجي ياخدها مني بـ 22 مش بيديها للمواطن على أساس إن هي بـ 22 لا بيدهله على أساس إن هي بـ 25 برضو عادي جداً ولا كأن في حاجة عادي جداً والله لو كانت هتدخل جيب المواطن كنا تقبلناها إنما هي ما تدخلش جيب المواطن ويدخلش جيبي كمان لا دي تبقى مصخرة ما ينفعش دي كانت المبادرة الأولى للمهندس علي الضهراوي إن هو بيقول يا مربيين الدواجن اتحدوا وارفضوا إنه كتبيعوا بسعر اسمه سعر التنفين المبادرة دي فيها مشكلة خطيرة جداً إيه هي مشكلتها إن لازم يحصل عليها إجماع يعني إيه يحصل عليها إجماع يعني هنفترض إن إحنا ميت واحد يعني إذا رقع أي رقم يعني ميت واحد المفروض هيبيعوا فراخ النهارده وتعرضنا لموضوع سعر التنفيذ المفترض إن عشان ننجح ونوقف قصة سعر التنفيذ إن الميت واحد دول يقولوا مش هنبيع النهارده طيب لو افترضنا إن في المية دول عشرة عشرين خمسين باعوا بازت المبادرة باز ما هو التاجر لأحد قبل التفريط قبل التفريط في رزقه ورزق عياله عشان كده المبادرة دي فشلت للأسف وأنا كنت متبنيها وأشهد إن أنا تبنيتها وفشلت يعني طيب المبادرة التانية اللي كان بادر بيها المهندس علي الضهراوي وكانت مهمة جدا برضو إن هو كان اقترح إن السمصار اللي يقول على سعر دون السعر الحقيقي للبورصة إن إحنا نحطه في قائمة سوداء والقائمة دي ننشرها إسبوعيا سواء على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بينا واللي فيها ما شاء الله يعني مئات الألوف أو في البرنامج عندنا برضو المبادرة دي فشلت لإننا مع أول اسم سمصار ذكرنا كان أياميها الفراغ بخمسة وعشرين وهو بيقول بـ 22 باين أو حاجة زي كده وعلنها علنا بلنا جهرا كده على صفحته يعني بورصة بـ 25 وهو كاتب على صفحته كده التنفيذ مثلاً 22 يعني مش كمان حرامي لا دا حرامي وفائد كمان يعني وبجح آسف في اللفظ يعني حرامي وفائد وبجح بمجرد ما أعلننا اسمه وبدأنا نعمل القيمة السودة اللي قال عليها المهندس علي الضهراوي ظهر لنا مجموعة عشر خمستاشر عشرين واحد طبعاً مش سهل خالص أو مش صعب خالص آسف إن كل واحد يبقى له عشر خمستاشر واحد أصحابه يعني وطلعوا لعشر خمستاشر واحد دول يقولوا ده أحسن واحد في الدنيا وده هو باما وهو بابا وهو أنور وج عشان كده برضو وبدأنا نتعرض الهجوم يعني واختشفنا إن كل ما هنقول على اسم سمسار هيطلع له برضو عشر خمستاشر واحد يدفعوا عنه يبقى احنا ما استفدناش حاجة من مبادرتنا لدرجة السمسار اللي كنا أعلن عنه في أول المبادرة ده لقيته مرة بقيتلي تعليق بيقوللي بالمناسبة شكرا على إنك شهرتين شكرا على إنك شهرتيني يعني احنا كنا قصدين بيها إن احنا طلعت حاجة اسمها الدعاية السلبية اللي هي بتنشره من خلال إنه هو سيء فانتشر وتشهر يعني فشكرني والله الرجل مشكورا بقيتلي رسائبه قال لي شكرا على إنك شهرتين دي تاني مبادرة كان قالها المهندس علي الضهراوي كانت مهمة وأنا تبنتها والله وللأسف برضو فشلت خلصت النهاردة حلقتنا الاستثنائية التانية وهنبدأ إن شاء الله من الحلقة الجاية نبدأ بقى نعرض فقرات برنامجنا الطبيعي اللي هو برنامجكم اللي هو من حقكم إنكم تعدوه يعني لو واحد شايف أي حاجة تستحق إنها تكون على الميديا معروضة فهيساعدنا إن احنا نعرضها أنتم شركاء في البرنامج ده يا جماعة أنتم شركاء شركاء حقيقيين في البرنامج يعني ما تتفرجش عليه كأنك مشاهد عادي لا تتفرج عليه على إنك شريك فيه البرنامج ده يوما ما هيأثر فيك البرنامج ده يوما ما يوم ما يبقى عندك مشكلة هتلاقي البرنامج ده هو الظهر والسند ليك قدر المستطاع طبعا عشان البرنامج ده بقى يبقى ظهر وسند ليك ظهر قوي وسند ليك تعرف تتسند عليه لازم إنت اللي تقويه ما هيجنة من غير ناس ما تنداس أي برنامج قوته جاية من جمهوره وإحنا جمهورنا ما شاء الله لحنا خمسة مليون غير التربية المنزلية التربية المنزلية برضو اللي هنبقى رغم اعتراضنا عليها لازم هندلهم نصايح لأنهم بقوا أمر واقع أنا بشبه التربية المنزلية بصراحة في صناعة الدواجن بشبهها بالتكاتك إحنا التوكتوك في مصر ومصيبة بس بقى أمر واقع هنعمل فيه حد يعرف يلغي التوكتوك من مصر مش هنعرف نلغيه ولا هنعرف نلغي التربية المنزلية رغم إنها ضرر كبير للصناعة بس أنا فيه حد مسؤول في الدولة يعني قال لي بلاش تتكلم في التربية المنزلية مش هنيجي جنب التربية المنزلية يعني إحنا مش هنيجي جنب هو طبعا بيقولها عشان المواطن أصلا بيعاني وفيه اللي مكفيه فيعني لما بيربيله فرختين في البيت ياكل منهم ويأكل ولاده فهو يعني بيقول سبوهم يعني سبوهم حتى وإن كان فيها ضرر الشاهد من الموضوع إن التربية المنزلية طالما إحنا مش هنقدر نوقفها يبقى لازم نقومها طالما مش هنقدر نوقفها يبقى لازم نقومها نقومها بإيه بإن إحنا عن ننصحهم ونقول لهم على الصح والغلط وتعمل إيه وما تعملش إيه عشان هو برضو أنا مش عايزه يخسر ما هو برضو اللي جاب عشرين خمسين فرقة ببيته دول ما هم دول إمكانياته ويوم ما يجبروا كده ويحصل لهم حاجة أو يموتوا أو كده فهيتقهر عليهم قهرت صاحب المزرعة اللي عنده خمس سلاح كل واحد بيتقهر على قد حجمه يعني فعشان كده احنا برضو في الحلقات اللي جاية هنديهم نصايا كمان أنا بفكر إن الحلقة اللي جاية اللي بعديها نبدأ نعمل دراسة جدوة بتطلب مننا دراسة الجدوة دي عمال على بطار يعني كل واحد تلاقيه بباعة رسالة بيقول أنا عايزة عرف دراسة جدوة عن مشروع تربية الفراء احنا هنعمل بعد دراسة جدوة على الهوى هنقول التكلفة واحد اتنين ثلاثة سعر البيع المحتمل اللي هو اللي هو أعلم بيبقى كذا وبيبقى كذا طبعا فيه فرق شاسع بين الكذا والكذا هنقول برضو عليه نسبة الرزق أو المخاطرة قد إيه هنحط لها رقم برضو وإن كانت وإن كانت للأسف يعني وإن كان المكسب محدود فالخسارة في الدواجم بلا حدود يعني سقف خسارتك هو القطية مكسبك له حدود معروف هتكسب في الفرقة اتنين جنيه تلاتة جنيه اربعة جنيه أي مكان إنما بقى ساعة الخسارة مفيش المحدود ده خالص خسارتك سقفها إن القطيع كله يروح بتكلفته كلها يعني لو عندك عشر تلاف متكلفين ربع ومئة ألف جنيه يتبسأ في خسارتك هم الربع ومئة ألف جنيه هنعمل دراسة جدو وهنرد برضو في الحلقات اللي جاية على الناس اللي بتدخل تسأل هو المشروع ده حلو ولا وحش مشروع تربية الدواجم ده كويس ولا مش كويس فطبعا هم بيدخلوا يسألوا على صفحات الدواجم فلما بيسألوا فبيفجأوا بإن كل اللي بيردوا عليهم يقولوا لهم اوعى ما تدخلش فيه ابعد هتخسر هيتخرب بيتك هاي هاي حاجات كلها من هذا القبيل فبيكون الرد الطبيعي المنطقي للسائل إنه هو بيقول والله طالما المشروع ده وحش قوي كده وبيخسر انتم مكملين فيه ليه بتشتغلوا فيه ليه طالما انتم كون لكم كده على بعضكم بتقولوا إن المشروع ده بيخسر النقطة دي هنوضحها برضو في الحلقات اللي جاي حلقتنا النهاردة وحلقتنا اللي فاتت كان ليهم طبع خاص استحملونا فيهم ويعني إن كنتم تعذروني فهم كانوا من مدعاة فخري بالموسم اللي أنا قدمته قبل كده بمساعدتكم طبعا وبمعاونتكم فأنا كنت فخور بيه وكنت حابب إن أنا أستعرضه معاكم على شاشة القناة اللي احنا اتنقلنا لها جديد واللي مستفشرين بيها خير برضو إنها تكون إضافة لنا وإن احنا كمان نكون إضافة لها فاستعرضنا معاكم أجزاء من الموسم الأول من الحلقة الجاية هيكون عندنا برنامج بفقرات ادعونا إن ربنا يوفقنا وادعونا إن إحنا نقدر نعمل حاجة ليكم بمساعدتكم وإن شاء الله برنامج ده معادو يوم الجمعة الساعة أربعة ونص والله أنتم اللي اختارتم المعاد أنتم اختارتم المعاد استريحتوله فعملنا المعاد اللي يريحكم أنا عايز كتمشوا معها واحدة واحدة لإن أنا عملت اللي يريحكم كله والله إحنا البرنامج أربعة ونص يوم الجمعة بنرجع تاني نعيده الساعة واحدة ونص في نفس اليوم يعني أربعة ونص وبنعيده الساعة واحدة ونص يوم الجمعة يوم أجازة بعد العصر هتعودوا تتفرجوا على البرنامج وتقوموني لو كان في حاجة تستحق التقويم أو حاجة محتاجينها شاركوني فيها البرنامج يوم الجمعة الساعة أربعة ونص إعادته الساعة واحدة ونص شاركوا حلقاته البرنامج عشان لما نعرضه على صفحاتنا هو على قناة الصحة والجمال قناة معنية أو قناة شبه متخصصة شوية في كل ما يخدم الوطن قناة مهتمة بخدمة البلد وصنعت الدواجن دي جزء مهم في البلد فهي القناة دي الصحة والجمال ترددها برضو عشان لو بتشوفوا البرنامج على الفيسبوك أو على اليوتيوب تبقوا عارفين تردد القناة عشرة سبعة سبعة خمس تردد سهل خالصها برضو عشان خاطركم يعني احنا مساهلين لكم كل حاجة يوم جمعة وبعد العصر وبنعيده لكم الساعة واحدة ونص بالليل وكمان تردد القناة ساهل خالص عشرة سبعة سبعة خمسة افقي الجمعة الجاية هنعمل لكم واتس البرنامج بحيث اللي عايز يبعت عليه اي حاجة هنتواصل معا وعن صفحة البرنامج وعن قناة البرنامج على اليوتيوب تلات حاجات هيكونوا معاكم هم اللي هنتواصل معاكم بيهم بعد الحلقة شاكر وجودكم معايا على مدار الساعة وان شاء الله نقابلكم الجمعة اللي جاية الساعة اربعة ونص بالزر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة